في موضوع آخر قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانسا جرودنبرغ إن العملية السياسية في البلاد يجب أن توفر منبراً تعددياً لليمنين من جميع أنحاء البلاد لمناقشة وتحديد مستقبلهم بشكل جماعي ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة ذكر جرودنبرغ في إحاضته التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي مساء سن الأطراف مستمرة في إظهار الرغبة في التواصل لحلول ولكن ما زالت هناك حاجة لأن يترجم هذا إلى خطوات ملموسة بحسب وصفه ولسيما فيما يتعلق باتفاق واضح يتضمن استئناف عملية سلمية يمنية شاملة